إلى بروكسل حيث أرحب مجدداً بعبدالله إيماسي اجتماعات لحلف شمال الأطلسي أيضاً يهيمن عليها الموضوع الأوكراني ودعم أوكرانيا إضافة طبعاً للاتفاقية التي وقعت في إيطاليا بين فلودمير زيلنسكي ورئيس الأمريكي بايدن هناك حديث عن دعم من الناتو لأوكرانيا في حربها مع روسيا ما أبرز ملامح هذا الدعم الذي تحدث عنه المجتمعون محمد وجب التنويه هنا إلى أن وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي وهم يجتمعون في بروكسل وعلى مدى يومين يكونون قد وضعوا آخر اللمسات على قمة واشنطن المقررة منتصف الشهر المقبل حيث من المرتقب أن يوقع قادة حلف شمال الأطلسي وعددهم 32 قائداً وزعيم دولة على ما اتفق عليه وزراء الدفاع الذين استنادوا في مناقشاتهم على ما يجري في الأرض هناك عزم من طرف وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي على تعزيز الدعم لأوكرانيا وأيضاً على ضمان أن يكون هذا الدعم مستدام يعني طويل الأمد وأيضاً أن يكون دعم يشرف عليه حلف شمال الأطلسي بدلاً من الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تتولى هذا الأمر انطلاقاً من قاعدة رامشتاين وعبر ما يعرف بمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية التي وصلت إلى الاجتماع الثالث والعشرين وبالتالي وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي يريدون أن يوجهوا رسالة إلى روسيا بأنهم ثابتون على دعمهم لأوكرانيا ولكييف بمدها بالتدريبات وأيضاً بالعتاد العسكري اللازم وفي مقدمة هذا العتاد اللازم هو الأنظمة الصاروخية الدفاعية التي طالما طالبت بها كييف منذ أمد بعيد ونتيجة الانقسام والاختتال الداخلي في أوروبا بين الأعضاء الحلف شمال الأطلسي من أوروبا وأيضاً ما يعتمل من حراك سياسي في الولايات المتحدة الأمريكية تأخر هذا الدعم وتزويد كييف بهذا النوع من السلاح نقطة أخرى بارزة محمد وتتعلق بالردع لأول مرة حلف شمال الأطلسي في اجتماعه خاصة اليوم سيناقش مسألة الردع النووي وذلك عبر اجتماع لمجموعة التخطيط النووي التابعة لحلف شمال الأطلسي وقال ستولتن بورغامين عام حلف شمال الأطلسي إن السلاح النووي هو الضمانة النهائية لحلف شمال الأطلسي والسبب في ذلك هو التحرك والتلويح الذي قامت به روسيا خلال الأشهر الماضية بتحريك ترسانتها النووية وبالفعل شاهدنا عبر التدريبات العسكرية خاصة في منطقة لينينجراد المتاخمة للحدود حلف شمال الأطلسي أن هذا التحرك قرأ فيه أعضاء حلف شمال الأطلسي بأنه تهديد وبالتالي يجب تعزيز الدعم والتعاون من أجل مواجهة هذا التحرك شكرا لك عبدالله إيماسي مراسل التلفزيون العربي من بروغ